ناقش مركز معلومات مجلس الوزراء اتجاهات التنمية المستدامة في إطار بحث متكامل لسيناريوهات تعامل الاقتصاد المصري مع الأوضاع الاقتصادية العالمية خلال عامي 2023-2024 جاء ذلك بحضور عشرين من ممثلي مجتمع الأعمال ومبادرة حياة كريمة وبرنامج الأغذية العالمي والوكالة الدولية الأمريكية للتنمية وتم الاتفاق على تشكيل لجنة استشارية عليا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة تعمل بشكل دائم لإبداء التوصيات والحلول السريعة لمواجهة التحديات التي تواجه تحقيق أهداف التنمية المستدامة إلى جانب إطلاق منصة قومية مفصلة تتضمن مشروعات التنمية المستدامة في المحافظات وإتاحتها للقطاع الخاص لتمويلها في إطار أنشطة المسئولية المجتمعية للشركات اشتركوا في القناة